السلام عليكم بشأنكم إن شاء الله بخير طبعا إن شاء الله بهالمحاضرة راح نبدأ نتكلم على المحاضرة الثالثة من السموم إن شاء الله المحاضرة الأولى تشبه الملزمة الأصلية شارحها تشبه الملزمة الأصلية مع لتنا الفروقات يعني أكو شوية إضافات يعني خلي نقول فرق يمكن بس بعشرين سلايد وثلاثين سلايد أو خمسة وعشرين سلايد أنا يعني شو نقول شارحها زيان الشارح الانتراكشن مثلا يعني على سبيل المثال الانتراكشن الأنواع اللي يصير مالتها شارحها زيان المقدمة هم مات الملزمة شارحها ولكن المشكلة بالنهاية آخر يمكن عشرين صفحة تقريبا هاي شوية جديدة تختلف زيان وبالبداية هما أكو شامس لايد أما اللي بنصف الملزمة فهذا أغلب أني شارحها أوكي والملزمة الثانية اللي هي الميكانيزم أوف دوكس الستياني بالكامل اللي شرحتها آآ يعني هي نفس الملزمة مالتنا زيان نسبة تشابه بيناتهم خمسة وتسعين بالمئة يعني الفرق يمكن سلايد لو سلايدين بس آخر آخر شي بنهاية الملزمة بس الإضافة صايرة سلايدين لو تلافة زيان ملزمة الثالثة رح نشرح هي نفسها الأصلية والرابعة مالتنا أوفة ثانية هم شارحها تمام شاء الله فنبلش نسبها المحاضرة اللي هي البستيسايد شنها سالبستيسايد اللي هي القاتلات الآفات اللي هاي الأجهزة أو المواد اللي نستعملها حتى نقتل الآفات يعني مثلا الآفات شنها تضوم تضوم الأنسكت والحشرات اللي هي القوارض مثل الفيران وغيرها الويدز زيان وأني انوانتت أورغانيزم أي أورغانيزم شبابنا يضر الانفايرومنت مالتنا يعني أي كائن ممكن يضر البيئة مالتنا سواء نباتات أو حيوانات زيان فشون نقدر نحاول نتخلص منا عن طريق البستيسايد زيان يعني تدري نتولح الحشرات تأكل بالنباتات مو صحيح فاللي هاذا نستعمل إلها بستيسايد أكو حشرات تأكل بالحيوانات زيان فهي البيستيسايد تقضي على أي شيء يضر الحيوانات أو يضر النباتات أو يضر البيئة مالتنا بشكل عام زيان هوا هنا أنا معرفك هيها كان بيدفاينت أس أني سبستانس أو ميكششار أو سبستانسس إنتينت أو ببينتين ديستروي ريبيل أو ميتغايتين تيست أوكي فديقلك هو أي مادة أو خليط من المواد نستعمل حتى نسوي بريفنشن أو ديسترويينج أو ربيلينج أو متغايتين بيست يعني ديقلك هنا أنا باختصار شديد حتى نحاول نقتل هاي الحشرات أو نقتل الآفات هذاني زيان سواء نحمي النبات من الإصابة أو الحيوان نسوي بريفنشن نحميه من الإصابة أو ديسترويينج إذا هاي الحشرة كانت موجودة عن النبات فنكسرها أو نقضي عليها ريبيلينج ريبيلينج يعني شو نقول دفع تمام يعني إذا كانت مثلا النبات الحشرة على النبات فإذا تستعمل بيستاسيت رح يوخر الحشرة هذه عن النبات أو كأنما يعني رح يدفعها عن النبات مثل ما قلنا طبعا البيست زيان ممكن تكون حشرات فيرون ويت إلى آخره أي انوانتت أورغانيزم and the environment زيان بيستاسياد ماي بي مور سبيسيفكلي ايدنتفايد أسا رح نجي نقسمهم طبعا بيستاسياد مثل ما شفتوهم مصطلحهم يضم الإنسيكت والرودينت والويت فاسك كل واحد من ذولي رح نخلي إليك كلمة خاصة بيه سبيسيفيك رح يصير هنا مور سبيسيفيك أوكي زيان فمثلا قاتلات الحشرات نسميه انسيكتاسايد الويت نسميه هيرباسايد قاتلات الفطريات نسميه الفنقاسايد زيان قاتلات القوارض رودنسايد هاي الحشرة أيضا اللي هي المايت هم من الحشرات أكو إلها الأكاراسايد زيان وعندنا همات هذا المولسايد المولسايد هذا إذا تعرفون مثل الحلزون هذا يصير عن نابوتاتي يعني زيان فالأشياء أو السبستانس اللي تقتل هذا الحلزون نسميه مولسايد كمثال عندنا هذا الحلزون اسمه سنيل وأيضا باقي أبناء هاي العائلة مات الحلزون هتأذر مولسك مثل ما قلتلكم مولسك هو مثل شون الحلزون يعني زيان متاسايد هاي تشبه الفوق مات الأكاراسايد هي تقابن نفس الحشرة تقريبا زيان لارفا سايد تعرفون أنتو الديدان تمر فترة اسمها لارفا زيان أحد استيجات بحياتها هي لارفا تكون بحيات لارفا زيان فأكو سبستانس معينة تقتل هاي اللارفا فنسميها لارفا سايد زيان هما تأكو اللايس اللي هو القمل زيان فأكو أشياء ايضا تقتل هادا القمل تعرفون القمل اللي يصير بالشعر هي هاي حشرات زيان فأكو قاتلات لهذا اللايس اسمها مثل ما تلاحظوه هنا هانا بتيكهيلو سايد اوكي اوكي زيان ان ادعشين فو ريكولات رسيس باربوسي سايد بلاند جروع re burlane ريكولاتر اوكيين الفن اوكي 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 اللوان اوكي بلاند جروع ازيان هسا البيستسايد مثل ما عرفنا هي قاتلات الحشرات ازيان البيستسايد بس يضم هلا الاشياء الحشيانها فوق دي يقولك لا هو يضم ايضا مصطلحات ثانية يضم بلاند جروع ريكولاتر منظمات نمو النبات. يعني البيستاسات يساعد على النمو النبات. مصحيح هو راح يحمي النبات من الحشرات فحيساعد عنه. repealent. حيشينا عليها قلب شوي. attractant. هاي عكسر repealent. هاي تجذب. اكو حشرات تفيدة كتة. تفيد النبات. فنستعمل هاي الموادل هي attractant فهي هم تحتبر ضمن مصطلح البيستاسات. زيان. اه فكل هاي المواد الكيميائية اللي حيشينا عليها سوى المواد اللي تقتل الفنغاس. المواد اللي سوي. المواد اللي سوي. اتراكتنت. المواد اللي سوي. بلانت كروث. ريجليترز. زيان. هاي شنو هاي كلها تحت مصطلح. بيستاسايد. اه هسا راح نجي نقسم. البيستاسايد. حسب. تقريبا عندنا اربع مجامع. وهو كل مجموعة يجي يتكلم عنها. وتخلص المحاضرة. زيان. فهذا التقسيم على شنو ماعتمد على ستراكتشر الكيميائي. اوكي. زيان. فاول مجموعة جماعة الارغانو فوسفورس. زيان انسكتاسايد. هاي جماعة الفوسفيت. الكومبونز اللي بيها فوسفيت. زيان تذكرون احنا اخذناها بالفارماكولوجي. بالمسكرانيك. اذا تذكرون. مسكرانيك اغونست. تذكرون شنو نقول. الارغانو فوسفورس. يرتبط بمن؟ يرتبط بالاستل كولاين. سترايز. يسوي له انهيبيشن. وهذا الانهيبيشن راح يكون. في اجداد الاساتل كولاين. تذكرون. اخذناها العام. فهو هذا بالضغط هو هذا نفس المركب. زيان هذا سيارا حنشوف التوسيسيتي مالتن. وايضا حنشوف الميكانيزم اوف اكشن اللي اخذناها بالفارما نفسه. زيان. بجنرال ستراكشور. اهنا طبعا يحشي لك على ستراكشور الكيميائي مالتن. اللي هو هذا. مثل ما نلاحظ بي الفوسفور بالنص هنا صايره. ومرتبطة بربع جزيئات. شن الجزئة هاي الاروان. وهاي عندنا آرتو. هاي الكل جروب. يعني قد تكون اي مجموعة هاي الاروان او الارتو. الاكس هو آآ مجموعة تغادر. زيان احنا مو قلنا هذا آآ راح يرتبط بالانزيم هذا الارغانو فوسفيت. مو يرتبط بالاساتل كولاين استيريز. فمن يرتبط بيه شبابنا شون يرتبط بيه. الفوسفور لازم خمس او اسر. ما يقدر يكون اسره سادسة. فش يسوي يطلع هذا الاكس. ويجي الانزام بدالة. اوكي. فالاكس هو ليفن جروب. زيان. او عدنا ايضا هاي الاكسجين. قد تكون اوكسجين. قد تكون ايضا كبريت. تمام. منتبطه بدبل بونت بالفسفر. اذا كانت ضرة كبريت. فشي سمونا هذا المركب. حي سمونا فوسفور ثايويت. اوكي. فوسفورو ثايويت. فوسفورو ثايويت. ازيان. هاي شو كد. اذا كان احنا عدنا ضرة كبريت. بدالة ضرة الاكسجين. ازيان. 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 اللي حيتم استبدالة هذا الاكس. رحيتم استبداله. بالانزيم. ازيان. 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 عدنا ايضا هنا. حسنا الـ R1 و R2 هذو لي الـ COX acho group هن يعني غالباً سكلنا الـ COX شنو الكوكسي جروب يعني معناته اوكسجين مرتبطة بار قد يكون مثل اثل مثل هنا مثل ما شوف السهاي اوكسجين مرتبطة بمثل او اوكسجين مرتبطة باثل و الى اخر عندك اوكسجين وار هاي شنصيح لنصيح لها الكوكسي جروب اذا R1 و R2 غالبا تكون الكوكسي جروب او ممكن يكون يعني جزيات ثانية اثيرين اوكسجين او سلفر is attached to the phosphorus with a double bond مثل ما قلنا قبل شوية اهنا انا يا اما يكون عندنا اوكسجيني اما يكون عندنا كبريد اذا كان عندنا سلفر زيان فاش راح يصير اسم المركب راح يصير اسمه فوسفو فوسفوروثيويد زيان زيان وحتى الارتباط راح يكونها دبل باوند بذرة الفسفو اوكي زيان اه اورغانو فوسفيت كان بيدفايدد انتو سيفيرا سبكلاسيز which include phosphate اه فوسفورذايت فوسفوراامايدايت وعدنا ايضا فوسفونيت and other زيان فايضا الارغانو فوسفيت إلها جماعتها زيان إلها العائلة الخاصة بيها لها أولادها الخاصين الأورغان وفوسفيت قسمناها إلى عدد مجاميع محسب الستركتشر والكيميائي مالتها إلى الفوسفيت وهمات الفوسفوروثيونيت اللي تكلمنا عليه قبل شوية فوسفوروامايديت هنا هنحيكون عندنا مجموعة الأمايد فوسفونايت أيضاً عندنا ومجاميع ثانية غير مذكورة زيان فسعرفنا هذا الشيء دي يقولنا هذا بكل بساطة دي يعرفك على الستركتشر مالت الأورغان وفوسفيت فسفور بيثنياً R و BX اللي هو الليبن جروب وهنا نقضى تكون أكسجين أو كيبريد زيان بايو ترانسفورميشن أورغان وفوسفيت هنا نشوان حيتم تحويل شن العمليات الكيميائية التي ممكن تحدث للأورغان وفوسفيت شن التفاعة الكيميائية التي ممكن يصير لها المركبات زيان لكل بساطة دي يعرفك على الأورغان وفوسفور فسفور مرتبطة بالأكسجين حتى يكون فعال لازم الفوسفور مرتبطة بالأكسجين إذا كانت مرتبطة بالسلفر فشن ممكن يصير حتى يتحول المركب إلى أكتف يصير دي سلفوريشن نوخر هاي السلفر ويجب بدالها أكسجين تمام؟ فمن المهم جداً أنه أنت عندك هاي الأكسجين تمام؟ من المهم جداً أنت عندك هاي الأكسجين حتى المركب يكون فعال حتى لو عالي سلفر شنو العملية اللي راح يصير راح يصير لدي سلفوريشن راح نسحب السلفر ونحط أكسجين حتى يتحول إلى مركب فعال زيان زيان من التفاعلات الثال ممكن تحدث إلا هو مثل ما تلاحظون هنا ثايو إيثر أوكسيديشن اللي راح نأكسد السلفور راح نضيف لأكسجين فحيتكون سلف فوكسايد السلف فوكسايد مثل ما تلاحظون هذا الصيغة الكيميائية المالة مجرد ذرة كبريت مرتبطة بأكسجين زيان ذرة كبريت مرتبطة بأكسجين followed by the formation of a cell phone شوف شو الفورقة سبين صار عدنا سلفايد وسلفوكسايد وسلفون السلفايد أو السلفرس هو عبارة عن كبريت ذرة واحدة هاي الكبريت أو السلفر ومن يرتبط بأكسجين راح يصبح سلفوكسايد مني يصيرنا اثنين أكسجين سلفون زيان فالفرق بيناته مهم زيان هاي التفاعلات تتم طبعا عن طريق السيتو كروم ستم تذكرون بالميتابولوز محاضرة دكتور حسني نفس التفاعلات اللي راح يصير هنا عن طريق هذا الانزام مرسايدو كروم زيان هاي التفاعلات اثنيناتها الاوكسيدي سلفرات والثايو ايثر اثنين اثنين يصيرا عن طريق سيتو كروم بي 450 زيان كاتليتك هيدروليس بي فوسفو ثاوístراز إيث Han are not inhibited by organophosphate. play an important role in detoxification of searching organophosphate. ازيان. فهدى يقولك اهنا احنا عدنا فوسفو triesterase. ازيان. هاي المركبات ال organophosphate مو كي يصير لها hydrolysis او تحلل عن طريق هاي المركبات. ازيان. اللي شنو اسمها فوسفو triesterase او يسموها بالايا اي استريس. هاي الايا اي استريس يسوي تحلل. تحلل منو. تحلل ال organophosphate. تمام تمام. فالي يقولك هي تلعب دور مهم بالdetoxification of the organophosphate. دي يقولك انا ان هاي المواد اللي هاي تساعدك بالتخلص من السمية مالة هاي المواد، لان مثل ما قلنا هي اشي سوي، تحلل الأورغانو فوسفيت. المنون المصر من السمية مالتدير من السمية، فهم وليخوافق الله يكبر، ایدًا إبار نعملات هاي المواد، وعاف ازلالات سرين السريرة والدنين بييترونية، بيوتروني، تحلل الهياء مالات ومن خلال موقعها في الغمانات، وستسرين المواد الأورغانو فوسفيترونية اليوم، ونعملات داخل البرمات، وانتم оп отметل البرمات او هذا الم gram من نقل مما، وهذا المواد، وكانت اممتل في بعض الواقع السورية من صلوارت الارات وضع المنزل، وقت تساعدها في الغمان، و دايقول لك هنا اكون نوع ثانية ايضا من التحلل الهايدرولايسيس بس هذا شن يعتبرون نن كاتالايتك هيدرولايسيس هذا النوع من التحلل اه هو نن كاتالايتك زيان فهي الارغان وفوسفيتها ممكن تتحلل بس التحلل ماته رح يكون نن كاتالايتك زيان هاي عن طريقية انزيمات البي اس تريس اوكي زيان فالكاتالايتك هيدرولايسيس يتم عن طريق الاي اس تريس النن كاتالايتك هيدرولايسيس يتم عن طريق البي اس تريس هاي ممكن تيجي بشكل MCQ زيان تعرف الاي اس تريس شنو تسوي والبي اس تريس شنو تسوي تمام ساين عن سيمتوم اف توكسيسيتي او ميكانيزم او فكش ناس رح نشوف شنية العلامات ما تسميه شون انا اعرف هاي الشخص صار عدة تسمم بالأورغان وفوسفيت هومات حشوف شنية الميكانيزم شون قاعد يشتغل هاي الأورغان وفوسفيت ازيم انسيكتا سايد هاي اكيو توكسيسيتي واذ اوارل ليثال دولز 50 فاليوز ارات افن بلو خمسين ميلي جرام لكل كي جي فور سيفرال أورغان وفوسفيت اكيو ترمو توكسيسيتي is also high زيان فاش دايقو لك هنانا دايقو لك الانسيكتا سايد شون ممكن يسوي ممكن يسوي اكيو توكسيسيتي تسمم حاد اشجاد للالدي الليثال دوز 50 شافوها بالجرادية زيان اشجاد شانت خمسين ميلي جرام لكل كيلو غرام من الجرادية الله يحفظ الجرادية طبعا هاسه من تشري ماشاء الله زيان فور سيفرال أورغان وفوسفيت اكيو ترمو توكسيسيتي is also high زيان فايضا التسمم بالجلد ممكن يصير عن طريق هاي المواعد زيان انهبشن of acetylcholine esterase by argonophosphate causes accumulation of acetylcholine at cholinergic synapses with over stimulation of miscaronic and nicotinic cholinergic receptors زيان فهنا دايح تريك عالميكانيزم of action شون هاي الانسيكتا سايد قاعد تقتل الحشرات بكل بساطة هي بتمنع هذا الانزام ال acetylcholine esterase اللي شنو ضيفته هذا يقلل من ال acetylcholine فانت اذا وقفت هذا الانزيم راح يزداد ال acetylcholine فهذا هو اللي راح يصير راح يزداد ال acetylcholine ní بنوي زداد ال acetylcholine 없 camoufl charges راح يسوي؟ راح يلطيه باللسبة بترنوت الرسبترات المسكرونик وايضا بالليسبترات الن كواتينيك راح تتفعل ها الرسبترات المسكرانيك وتتفعل الرسبترات النيكوتينيك زيان وتعرفوا انتو يصب مت pronto يتفعل الرسبترات المسكرونيك هي المسكرونيك موجودة باهوا المناطق بين الجسم الجهاز الهضمية موجودة تحفز العضلات الهضمية مالتك بالجهاز التنفسي مالتك يسوي تقلص القصيبات أيضا موجودة بالغدد مالتك مثلا الغدد العرقية وأيضا الغدد اللعابية فتساعد بفراز اللعاب زيان عندنا أيضا النيكوتينيكروسابتر النيكوتينيكروسابتر الموجودة بالدماغ لها هواي وظائف وأيضا النيكوتينيكروسابتر موجودة على القانقلية والنيكوتينيكروسابتر اللي موجودة بالعضلات الساعد بالكونتراكشن كل هالوظائف المفروض تذكروها هي هاي ما مذكورة هنا وظائفهم بس احنا مفروض ما اخذيها فارما فنعرفا فمن يتم زيادة أصلة الكولن هاي زيادة حتكون كلش عالية فحتتحفز هاي الرسابترات ما تلمسكرانك بشكل كلش عالي حتى النيكوتينيك رح تتحفز بشكل حال عالي زيان فش راح يصير بعدين تذكرون احنا قلنا من لكل فعل ردة فعل مساوية له بالمقدار ومعاكسة له بالاتجاه اهنا شنو الفعل ما لتنا زيادنا الأسة الكولاين زيان شنو ردة فعل الجسم الجسم راح يحاول يساوي العكس يقلل الأسة الكولاين اكتيفيت شن حيقللها يساوي دي سنسيتيزيشن أو دون ريجليشن للرسابتر رسابترات المسكرانك والنيكوتينيك راح يخدتلهم جوال خلية زيان فمن يجي الأسة الكولاين حتى لو كميات عالية ما راح يلقى الرسابتر على سطح الخلية ما راح يلقى على سطح الخلية فما راح يتفعل هذا الرسابتر زيان بس هاي شبكت تصير هاي هاي افتر شون نقول long exposure ربعا إذا تعرضت للإنسكتسايت لفترة مزمنة أو لفترة طويلة زيان فالرسابترات راح تقل زيان بعدين أسا حني جي نوضح هاي شنو حتكون تأثيراتها عليها كنت زيان هاي حتشان عليها قبل شوية زيان قلنا مواقعه وظائفهن زيان فهاي أحد الوظائف المتكلم علىها مثل ما يوسس يأثرا على العين يقل من حجم البؤبو يساون دايرية اسهال عد الواحد تريمر يشوفه يعني يرجف زيان muscular twitching تشوفه يقوم يلوي مثلا مظهرة أو بعض الظلات يقوم يلوي بيهن زيان وأيضا غير تأثيرات من الجهاز العصبي المركزي زيان where respiratory failure is هو مع أو severe organophosphate poisoning ناش دايقلك دايقلك الفشل التنفسي هاي العلامة راح تكون يعني هو أكثر دليل لل severe poisoning إذن إذا أنت عندك severe poisoning of the organophosphate آني شوان حارف هذا الشيء؟ حارف هذا الشيء أنه يصير عندك فشل بالتنفس فاللي عندهم فشل بالتنفس إيجاك أمسكي شو تقول له تقول له عنده severe severe organophosphate poisoning لعد جماع إذا كان عنده mild يعني يأثر على العضلات زيان فنتيجة هذا التأثير الطويل على العضلات هذه الhyper stimulation للرسبترات شو راح يصير؟ راح تختل الرسبترات مات العضلات فمن يجي الأسطور كولاين على العضلات ما راح يقدر يحفزها لأن ما يكون السبترات زيان فراح يصير راح توقف العضلات يصير عندك paralyzed الشلل زيان فتدر أن التنفس يعتمد على العضلات فإذا أنت ما عندك عضلات ما راح تقدر تتنفس فيصير عندك respiratory failure زيان هنا هذا الجدول طبعا أظن هو الحفظ يعني زيان هنا نمطيك مجموعة من الـ compound الـ insecticide وشنو الـ target مالتها بالجسم والتأثير مالتها فمثل عندنا الـ acetylcholine esterase هذا الهدف مالتنا هدف يا مواد هدف الـ organophosphate والكاربوميت إذن الـ organophosphate والكاربوميت يرتبطون بالـ acetylcholine esterase شنو التأثير مالتهم يوقفن هذا الـ enzyme inhibition زيان نجي بالنسبة للـ pyrothroid هاي حنجي عليها بنهاة المحاضرة طبعا الـ pyrothroid يضمنون DDT هذا اختصار بعدين حنشوف شو المعناه وعدنا أيضا الـ dihydroperazole اوكي ذا الني كل الهدف مالتهم هي قنوات الصوديوم زيان فالأول يسوي activation والثاني هم activation بس الـ dihydroperazole يسوي inhibition لهالقنوات يفبط زيان بالنسبة لـ nicotine receptor فعدنا nicotine والـ nicotinoids هذان السبستانز الهدف مالتها وهي ريسبترات الـ nicotine وثانياتهم يفاعلون ريسبترات الـ nicotine عدنا cyclodines والأيضا الفنا الـ pyrozole الـ pyrozole pyrozole type 2 زيان انتبهنا pyrozole type 2 هناك شون شان عدنا pyrozole type 1 type 2 إذا type 1 و type 2 يسدن قنوات الصوديوم type 2 هو بوحدة بس اللي يقدر يسد قنوات القابا تمام يسد قنوات القابا طبعا ذنين الثلاثة هم ثلاثة هم الثلاثة هم الثلاثة عدنا بالنسبة ل formadines يفعلا octopamine receptor زيان عدنا أيضا الـ retinoids يثبت الميتوكونديري complex 1 زيان عدنا الـ diamides يفعلا الـ reanodine receptor باختصار هذا الاشتراك يدي وضح الميكانيزم بشكل أكثر فأنا هاختصر هالوسايد عليكم مو عدنا ساعدنا هذا الانزام الاسمه acetylcholine esterase زيان احنا قلنا يجي هذا الـ argonophosphate يرتبط به ويسوي له inhibition زيان فإذا ارتبط به شو ممكن يصير بعدها إذا ارتبط الانزام بالـ argonophosphate فرح يفبط هذا التطبيط قد يكون reversible أو irreversible يعني ما يكون انعكاسي أو غير انعكاسي زيان إذا كان reversible انعكاسي فمعناته وراء فترة رح يتحلل ويرجع الأورغonophosphate بوحدة والإنزام يرجع بوحدة زيان زيان هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ يتم عن طريق الماء إذا أكو ماء زيان فالماء هو رح يحلل الأورغonophosphate والإنزام رح يحللهم رح يفصلهم عن بعض أوك زيان فهذا كان رح يرجع يتفعل الأنزام والفترة اللي حيأخذ الأنزام حتى يرجع يتفعل حتى يعتمد على الأورغonophosphate بي الكوكسي جروب حسب الكوكسي جروب أو حسب الأورغonophosphate الموجود عندك رح نعرف رح يطول يرجع هذا الأنزام يشتغل مرتلخ زيان هاي إذا ريفيرزبل إذا الـ ريفيرزبل إيش وقت يصير زيان هاي إذا صار عندنا مثل ما أكتب هنا لوز باي نون انزاماتيك هيدروليسيس ما أكتب هنا هيا إذا صار عندنا تحلل غير انزيمي يعني هنه من اللي تحلل عندنا الأورغوب احنا مو قلنا الأورغonophosphate بي الأورغوب أو الكوكسي إذا تحلل واحد من ذولي الثانيا بس يتحلل واحد منهم عن طريق تفاعل أنزامتك يعني هاد تفاعل أو هذا التحلل يتم بدون إنزايم زيان بس يتحلل هذا الار أو يعني ينسحب من الأورغانو فوسفيت راح يصير في شيء نسمي ايجينج ايجينج أو ايجيد زيان هذا المصطلح من يصير عدك ايجينج أو ايجيد زيان فبعد مستحيل ينفصل الإنزايم عن الأورغانو فوسفيت تمام وهي العمل هي حصير على الكومبلكس نفسه يعني الأورغانو فوسفيت كان مرتبط بالإنزايم زيان ورا فترة راح ينسحب جزائعات R أو أوكوكسي جروب من الشسمة الأورغانو فوسفيت وهو مرتبط بالإنزايم زيان فحيصير لأيجينج من يصير لأيجينج بعد هذا الريفيرزيبول مستحيل ينفك زيان أو كله صعب يعني ينفك الأورغانو فوسفيت على الإنزايم هذا زيان لعد الشيء راح نقدر نعوض هذا الإنزيم بكل بساطة نكون واحد جديد اللي ممكن نستغرق أيام حتى نكون إنزايم جديد زيان أوكي فإذن قد يكون ريفيرزيبول أو الريفيرزيبول زيان نجلسة على الأنترميديد سندروم أوكي ها من نسمها أنترميديد سندروم يعني عندنا في السندروم أو مجموعة من الأعراب حتظهر على البايشنت خلال شوف شن ها الأعراب زيان الزيان 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 المهمة بديقول لك هالسندر موجودة بعشرين إلى خمسين بالمئة من الحالات ما تسمم الأورغانوفوسفايت زيان اللي هاي الحالة شووك التبديو عندك هالسندر مهمة اللي بالأصفر مهم زيان واحد إلى عدة أيام إذن بعد يوم أو إلى عدة أيام من تعرضك للبايشنينغ زيان بعد يوم أو عدة أيام من تعرضك للبايشنينغ زيان أو خلال الريكوفري من أنت يعني قاعد تسترجع حالتك الطبيعية زيان أو بعض الحالات من أنت تكون تماماً بشكل كامل يعني شفيت أو طبت من التسمم فبكل هالأوقات اللي حجيناها اللي هي من يوم إلى أيام بعد التعرض للسم أو خلال عملية الركافري يعني أنت بحالة شفاء بس بعدك انكومبليت ما شفيت بشكل كامل حتى ممكن إذا شفيت بشكل كامل تبدي عندك هاي سندروم أو تظهر عندك هاي الأعراض اللي هي شدي هاي الأعراض اللي هي weakness of the respiratory ضعف بالجهاز التنفسي ضعف بالنك بالعنق مالتك باللمب مصل أيضاً حتى بالعضلات مالتك بشكل عامي حتحس بضعف mortality due to respiratory paralysis and complication range from إذن بالنسبة للmortality اللي هو death اللي صار من ورا الشلل التنفسي فنسبته طبعاً من 15 إلى 40 بالمئة إذا نسبة الشلل التنفسي بالpatients بشكل عامي 15% إلى 40 بالمئة من هاي الحالات زين ممكن يصير عندهم التحلل بالجهاز التنفسي زين وش وقت يصير عندهم بالريكافر يعني ش وقت يرجع الجهاز التنفسي مالتهم بشكل طبيعي تقريباً يعني 30 يوم هاي إذا قدر يعيش الpatients طبعاً يعني إذا ما راح بالثلاجة هاي إذا ما راح بالثلاجة زين فإن شاء الله يعني نقول إن شاء الله هاي بعد 30 يوم يرجع إحصان أو يرجع طبيعتي زين The intermediate syndrome is not affected by acetylcholine esterase and hypiterase زين And it's precise mechanism already known زين ديقول لك بشكل عام هاي الانترميدة syndrome السبب مالتها غير معروف المكانيزم أفكشي مالتها غير معروفة ولكن أكو نظرية هاي بالأصفر هاي نظرية أو هايبوثيس هاي الهايبوثيس هاي نظرية تقول لك ديقول لك الماصل ويكنيس بسبب نيكوتينيك receptor مثل ما شرحنا قبل شويه قلنا نتيجة الفعالية العالية لهالرسبترات فجسم ش راح يسكر ردد تفعل قانون نيوتين ذكروا زين راح يخطل الرسبترات يقلل من عداد هان هالرسبترات مالتينيكوتين فالعضلات ما راح تتفاعل بالتالي انت راح تبدي تحس بويكنيس بضعف بهالعضلات زين ما شرح constitال فيانن هالنظرية تفرض انو بسبب هاذا 唯 مش اكل نيكوتينيك رسبتر راح يصنف عندك هاي السندروم الانترميدية سندروم زين اه الآن نجح الحالة اسمها organophosphate induced delayed polyneuropathy يعني الorganophosphate يعني راح يسوي لك مشكلة يسمها polyneuropathy مشاكل بالعصاب، هيسوي لك مشاكل بهواء من العصاب ايش راح يسوي؟ راح يسوي damage، راح يسوي destruction حرفين راح يكسر يقتل أو يدمج أو يدمر العصاب مالتك فبالتالي بعض المناطق انت حتقوم ما تحس بيها يعني اذا واحد مثلا يضربك بمنطقة معنا ما راح تحس بألم لان انت شنو الاعصاب مالتك؟ تدمرت فشون بعد لا تحس بألم لا تحس بحرارة فهو هذا راح يسوي الorganophosphate يدمر العصاب مالتك فانت بالتالي ما راح تقوم تتحسس بالبيئة مالتك زيان زيان شون نسوي هال mechanism of action؟ اذا راح نجي اوضح لكم طبعا هاي الميكانيزمات يسموها نيورولوجيك نيورولوجيك تارجت استريز اكو استريز تمام يحلل الاعصاب هاي استريز او انزيمات يعني يحلل الاعصاب زيان فهو ش راح يسوي الorganophosphate حيخلي هاي الاستريز زيان تحلل العصاب حيخليها تحلل العصاب من حتى تحلل هاي العصاب راح تتدمر من تتدمر العصاب مالتك زيان عاد انت ما راح تقوم تتحسس بالبيئة مالتك لا تحس بحرارة لا تحس بالعلم والى اخره زيان عن طريق انه يدمر هاي العصاب شون حيدمرها قلنا يخلي الاستريز زيان يدمرن العصاب شون حيدمروا العصاب يروحن على المايلين شيلد تعرفون انتو العصاب مغلفة بالمايلين شيلد فراح يتم تدمير هذا المايلين شيلد ايضا الاطراف مالتها العصاب راح يتم تدميرها عن طريق هاي الشي سمها عن طريق هاي الانزيمات زيان فهو هيت الميكانيزم أوف اكشن مالتها التوكسيسيتي وش موقت تصير هالحالة يقول لك بعد اسبوعين الى ثلاثة من الاكسبوجر الاعراض حيبدي عندك اواش تانجلينج اللي هاي شايفين من الواحد يصر عنده شون نقول يتنمل تنمل يتنمل شي اسمها عضلاته يصر عنده تنمل هي حات التنمل مات الهاند أو الفيت بالرجل أو باليد ممكن يصير بعديان سنسر يلوس حتيتي تفقد الاحساس بعدها ويصير عندك ايضا ضعف بالعضلات زيان و الى اخرة زيان اهنا طبعا مثل ما وضحت لكم الميكانيزم لا يجيش راح الميكانيزم اللي ها نيورو بافي تاركت استريز مثل ما قلنا عدنا هذا انزام الاستريز هاي الانزيمات زيان راح تحلل العصاب حتحلل العصاب مالتك حرفيا زيان بسبب الارغانو فوسفيت هوا اللي راح تحلي الأستريز اتحلل العصاب مالتك زيان شون حي سويها راح يجير طبط بالาستريز الارغانو فوسفيت يرتبط به blue الازم المهم جدا نصير عندك ايجينج لازم يصير ايجينج هاي يخلي عليها 1947 لان حنتجي عليها بعديا لازم يصير ايجينج لل هذا الاستريز من يصل ليعاد ايدجينج يلا ممكن يصر هى المشاكل مع العصاب فكلش مهم هالنقطة مات الايجينج ازيان كميكانة زم احنا وضحناها هنانا فما يحتاجي نعيدها